هذا اللقاء مهم جداً. هذه فرصة أنا أعتقد ممتازة لتحسين التفحص لكل الملفات المتعلقة بالعلاقات إراق وأمريكا والاستراتيجية الأمريكية في المنطقة بشكل عام. خصوصاً بالنسبة لإيران. وبالإضافة إلى ذلك ازدياد العلاقات الأمريكية العراقية الاقتصادية. وأنا أعتقد أن هذه الزيارة دليل على الرغبة الأمريكية لعلاقات جيدة مع حكومة سيد مصطفى الكاذمي رئيس وزراء الإراق. لأن نحن نرى أن هذه الحكومة مستعدة للتحمل المسؤولية كما أنا ما ذكرت أكثر مما كان في الماضي. وأنا أتمنى أن نحن سوف نرى خرارات فعالية وناجحة من قبل هذه الحكومة ومن قبل هذا الشخص. من أجل السيطرة الكاملة الإراقية على أراضي الإراق. وبدون التدخل من الخارج بشكل غير شارعي. عبر الميليشيات الطائفية الموالية لقوات أجنبية. وأنا أعتقد أن الحكومة الإراقية قادرة على تحمل هذه المسؤولية في المستقبل. بمساعدة أمريكية التي نحن سوف نرى في هذه اللقاءات القادمة بين السيد مستقبل ورئيس جو بايدن في واشنطن في الأسبوع. ممتاز.